ينهر كنتاكي ينهر كنتاكي ايه يا جماعة واحنا دخلنا محل كنتاكي ولا دخلنا مطبخ نور الصباح? ايه الحلاوة دي والجمال ده? يا سيدي عالجمال. شايفين مستوية وجميلة وما فياش اي دم ولا فيها اي حاجة ومقرمشة ويلا بينا نخش الفيديو بتاعنا ونشوف احنا عملنا الصفر بتاعتنا دي ازاي? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي عاملين ايه? وحشتوني وحشتوني وحشتوني. نسمى الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. احنا النهاردة عاملين ايه? عاملين فراخ كنتاكي. بس في البيت. معايا فرخة. وسدر الوحدة هنشوف دلواش احنا نعمل في ايه? دلوقتي انا غسلتها كويس بالدقيق وبالملح ومخليها نضيفة طبعا. هنخش ايه محلول مية? عشان نقاحها فيها يوم كامل. هنحط ايه? مية شريح بصل. شريح توم. لمونة. خل. اه معلقتين سكر. معلقتين ملح. طبعا ايه? الورق اللورو. اي حاجة تديها منكهات واطعام حطيها. زي ما انت حابة. يعني مش حابة البصل وتوم ما تحطيش برحتك. اهم حاجة ايه? نشرحها كويس. ندخل السكينة لغاية العظم جوه. دي تاني خطوة برضو تكون مهمة. وكده هبتدي حط لايه? الفراغ بتاعتي في المحلول النقل اللي انا ايه عاملاه دوت. وحبيتها ليلى كاملة في التلاجة. انا دلوقتي دي كانت الساعة اتنشر بليل هتاخدوا بالكم الاضاءة متغيرة. الدنيا هتفتح الصباح. وده صدر فرخة بتاعت فرخة تانية خالص. دي فرخة كاملة. ودي صدر فرخة. طبعا ايه? انا حشويه عشان ايه? اه? فيه فرد في الاسرة. ما بيحبش الفراغ ديت. فانا حشوي له الفراغ. معي طمطمتين في الخلاط وبصلاية صغيرة وفاص طوم صغير ولمونة. وطبعا شوية خل. وشوية زيت. ملح. ورقة رورو. عايد درب كله ده في الخلاط. سياسوس معلقة. مستردة معلقة. وطبعا نص معلقة سكر لان الكمية عندي صغيرة مش كتيرة. والكاتشف كان اخر حبة. هصفيهم ونرمي العلبة بتاعتهم. كده هروح اضربهم في الخلاط ونرجع تاني مع بعض. ده رفتهم في الخلاط وقادي احطتهم هحط رشة فلفل اسود. وهحط الايه صدور الفراغ دي بصوا. انا مقطعها ساميكة. مش تخينة. مش رايح اللي هي هتعملها بوفتيك لأ. او بني لأ. احنا هنعملها ما شوية. فقطع السدر الحتة بتاعته تبقى ساميكة شوية تستحمل السوا. وما دينشافش معي. كده هحطهم في التلاجة. طبعا لو عندك غطيهم. انا ما كانش عندي هنغطتهم بالكيس بزرعة. كده انا الصبح. بص الاضاءة اتغيرت حد. الصبح الساعة تسعة طبعا صحيت. هعمل شوية حاجات قبل ما اروح المحلي بتاعي. هعمل ايه? اصالة ايه? هنعمل مع بعض الددبيلة. هنعمل ايه? كبايتين زبادي. آآ شوية مايونيز عندي. كانوا بقيين في الكيس دوت. والبرتمان طبعا هنفج كله. شطبنا كله. الحمد لله. بعزين نزل نجيب شوية حاجات. ونصور المشتريات مع بعض ان شاء الله بازن الله. وطبعا ديت آآ سوس بتاعي السلطة. بس ايه? انا قلت حط منه ايه شوية. اه لو مش عندك ده بقى دي مش ضروري خالص. بس انا قلت زود الطعم شوية. معلقة خل معلقة سكر بودر. انا حطيت نصف فنص. واحط شوية ملح. ورشة فلفل ابيض. مش ضروري برضو الفلفل الابيض يعني. واحط ايه? شوية ايه? لبن كده بالنظر. انا مش بعاير والله. انا حطيت زي كده. هو كده المقديل بتاعتي مزبوطة ومية مية. بس جبتي المدرب بتاعي لشان ايه? ادوب الخليط كويس. يا سيدي طعمه حلو عشوة ملح. هنحط رشة ملح كمان. ولو عندك عسل ابيض حطي ما عندي جيش حطي سكر. كل شغل معانا. كده الكوروم بقى هوت. بشرة بالمفشرة والجزر. طب انا احو بحيب اعمل في حاجة واسعة عشان تبقى الدنيا كده مبحبحة معانا. هفضي الخليط عليه. ما تنسوش ان الجزر بيجيب مية. والكرمب بيجيب مية. فايه? هقلب كويس. بس ايه هو الخليط حلو وجميل. بس انا ادماغي قالت ايه? حطي شوية لبن تاني. يعني خد معانا زي كوباية لبن على فكرة يعني. بس كده مية مية. اخد معانا سواني? ما اخدش معانا سواني. بحضر حكتي عشان لما ااجي اعمل الغذاء ما اخدش وقت فيه والناس بتبقى اجعانها برضو يعني. كده مية مية سلطة بتاعتي. هحطها فين? هحطها في التلاجة. طبعا كل ما تقعد تبقى احلى. شايفين بقى منقوع المحلول اللي احنا نقعنا فيه الفراغ لونه بقى ايه? سحب الدم كله اللي في العظم. ما خايفيش دمه خالص في الفرخة. وطر معانا اللحمة بتاحت الفرخة. طبعا هنستغنى عن المية دي خالص ونكب بها. ولسه على فكرة هنعمل خطوة تاني برضو لغسيل الفراخ تاني برضو. لازم نتأكد منها كويس في الغسيلة. عبصوا شكل المية. كده انا عايزة لونها زي ايه? زي اللي باكلها برة. بتبقى لونها اصفر كده كناري حلوة كده. جبت كركم وجبت جنزبيل. وجبت شوية ملح. طبعا الجنزبيل والملح. عشان ايه برضو اتأكد من اضافة الفرخة بتاحتش. والكركم يجيني اللون الاصفر اللي انا باكله برة في المطاعم. همسك قطعة قطعة هدلكها كده بالايه بالبهارات اللي انا حطيتها الجنزبيل والايه والانسة الالكم والكركم. وطبعا لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش تسالة على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام حبيبي يا رسول الله. انتو ده ده سواب وانا اخد سواب. كده دلكني ايه الفرخة بتاعتنا كلها كده. هنسكت? لأ طبعا هناخدها معينا على الحوض. وايه? وحنخسلها. طبعا لما اخسلها الملح والجنزبيل هينزلوا بس اللون الاصفر هيفضل قاعد زي ما هو. اهو. يلا بينا نخسل فرختنا. بصوا ادينا غسلناها بس اللون الاصفر قاعد فيها. اهو. كده هنعمل ايه? تالت مرحلة ليها. معي نص كيلو دقيق ده نص كيلو دقيق بالزبط. النص كيلو يعني تلات كبايات اللي هو الملج. هحط البهارات بتحت. البهارات بتحت ايه? ملح. فلفل. اه بهارات فراخ. اه السبع بهارات. طوم بودر. بصل بودر. اه شوية كركم. بابريكا. شطة. اه بكون بودر. كل ده معلاقة كبيرة. وطبعا النشا. بس النشا هنفتكروا عشانكم تلغي دلوقتي نسي النشا معكم. هنفتكروا مع بعض. خدتوا كبايتين الدقيق دول حطيتهم فين? حطيتهم في طبق. كبايتين. وخليت كباية في الطبق الكبير اللي هو البيش ده. هنحط ايه? نحن نحط مية. وهنقلب. ليه? انا عايزة العجينة اللي انا هعملها دي زي سائل الكرنبيت اللي انت بتقليه. لما بتعمليش كرنبيت اكيد بتعملي كيكة. بيبقى خف من الكيكة. وهضيف عليهم ايه? هضيف عليهم بطين. وقلب كويس. بعد ما قلبنا وايه? ودخلنا كده الايه? المكونات كلها ببعضها وتحط المية وتزبط المية مش عايزها ولا تقيلة ولا خفيفة. طبعا كنتاك ده ليه طرق كتير جدا بس دي اقرب طريقة للمطاعم. المطاعم مش هتنقعلك في اللبن على فكرة يعني. المطاعم بتبقى عايزها توفر عشان ايه? تدخل طبعا اه رزق ليها. خدنا ايه? الفرخة بتاعتنا اهات بعد ما صفناها من المية كويس. هننزل عليها الخليط اللي احنا عملناه دوت. انا كده لسه الساعة تسعة الصبح على فكرة بس بقت عشرة دلوقتي. دلوقتي ايه هدخلها بقى ايه? في التلاجة كده. وايه? وهروح المحل بتاعي الشغل بتاعي يعني. وهنرجع ما بعد الساعة اتنين. ونشوف احنا هنعمل ايه تاني في اكلتنا. يلا هدخلها التلاجة. كده بقى بعد ما دخلناها التلاجة وجيتي الساعة اتنين. افتكرت اللي انا ما حطتش نشا يا جماعة. مش تفكروني? حطيت على دقيق معلقتين نشا. وحطيت على الفراخ بتاعتي معلقة نشا. طبعا بالنظر يعني ايه? بس انا بقول لكم المقادير وانتم بالنظر. انا بالنظر يعني. كده خلاص بقى ايه? هنشتغل ونقل عشان ايه? نتغدى بقى? وايه? ايوة ونسيت صح المرأة الفورية دي بتبقى جميلة بتديها طعم جميل. دي ضروري بشراحة يعني. بس لو مش عايزها براحتك. هنعمل اول حاجة ايه? هنعمل اول حاجة الرز. انا ما عنديش رز بس ماتي. مش هعمل رز اصفل? لا هعمل رز اصفل. حطيت اه كاري وحطيت اه كركم وحطيت عود اه ارفة. وحطيت تلات كبيات رز. والملح طبعا بتاعنا وكيس مرأة دجاج. ده عايز نستغني عنه واستغني براحتك. هعمل شوية رز اصفر كده وخفاف كده وسراع كده بسرعة يعني. هنقلب لغاية ما حاسي ايه? المادة الدهنية غلفت الرزية بتاعتها روح نزلة بالمية. تلات كبيات رز عليهم تلات كبيات مية. الرز المصري العادي. عشان انا ما عنديش بسماتي. هروح اجيب كيس منين دلوقتي واحنا خلاص هنتغدوا. لقيت عندي حبة بس يجي كوباية صغيرة مش هتنفع معي. كده حطيت الزيت. حطيت الطاصة بتاعتي غويطة. وليها غطى. آآ حطيت زي الزيت. طبعا ما عنديش الطاصة دي الحلة. بقى السهم حاجة يكون حاجة بغطى. طبعا المرحلة دي برضو عايزة تحطي مرتين. عايزة تحطي تلاتة برحتك. بس هيكت مرة واحدة كفية على فكرة. لان الطبقة كانت خلص المقرمشة اللي عليها. بس انا قلت ايه عايزة بقى اطمعت بقى قلت اعمل ايه طبقة حلوة كده تبقى اعمل يا العين. وكان طعمها حلو جدا 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 جدا. تنفضي كده وترجعي تاني لو عايزة ترجعي براحتك. بس هيك عملت في الاخر كده مرة واحدة كان حلو. انا فضى كده عشان يديكي الايه القشور اللي ايه بتبقى ايه بتجاب آآ جهزة. حاجة سهلة وبسيطة وفرخة آآ فرخة كيلو ونص تشوفي سعرها كامل كيلو ونص انا مش عارفة بصراحة مش انا اللي جاي بها. آآ بتعمل معاك قدي. لو جبتيها جهزة برضو من برا شوفها هتعدل مية وخمسين جنيه ده لو كان من محل على قد حاله. لكن لو من محل كبير من اللي احنا بنسمع عنهم دولة هتعدل تلتمية جنيه وربعمية جنيه على فكرة. ده انا مرة دخلت قالت سندويتش انا سندويتش وبنتي سندويتش مية خمسة وستين جنيه. اتنين سندويتش واتنين حاجة سقعة. ليه المية خمسة وستين جنيه? خلينا في طوخيتنا. نقلنا الرز على العين التانية ووطينا عليه? وحطيت التاسة بصه زيت سخن جدا جدا وروح تنزلة بالفراغ بتاعتي. بس كده هاروح بقى ايه? اوطي وغطي. وطي وغطي يا سلام دي نقول اشعار. اوطي البدو جاز عشان تستوي طبعا عشان احنا حطينا هنية. حطيت الجريلة على الناحية التانية عشان اشوي ايه? الفرخة السدر الفرخة اللي انا ايه حشويه. سخنت الجريلة كويس وحطيت معلقة زيت وروح تنزلة بالايه? بالفراغ بتاعتنا. طبعا انا مش عايزاها تنشف معي. انا ممكن اكون تحمرها وكده بس انا مش عايزاها تنشف. تاخد اللون في الاخر. بس انا مش عايزاها تنشف لاني ايه? عشان في مشكلة في السنان. بصوا بقى اللون بقى. بصوا اللون. دي بعد ربع ساعة. قلبتها. ربع ساعة الناحية دي. وربع ساعة الناحية التانية. وحنا موطين البدو جاز. شوية عالي شوية ووطي لغاية ما وصلت للمرحلة دي. كده خلصنا الالي بتاعنا. وهنقدم ايه? الوجبة بتاعتنا بشكل كويس. علشان نفتح نفسه. دي الفراخ المشوية. وساعتتها لون خفيف. عشان ما تنشفش معي. عشان هي انا شايلة منها الجلد. اه ودي الفراخ الكنتاكي. وده الرز بتاعنا. طبعا عملته بطريقة كويسة. ودي حضرت الصفرة بتاعتنا. وطبعا جبت نكمل الجريمة بقى. اصب بككولة. وبصوا ولعت لهم شموع وحطت لهم شبسي. والعيش اللي هو الكايزر ده كان عندي في التلاجة بصراحة جاه صدفة يعني. ومولع الشموع وكتشب وعيشتهم الدور واللحزة. وايه رأيكم في العشا الرومانسي دوت. ما تكلفش معانا على فكرة ايه? سبعين جنيه. لو حسبتو العشوة دي من البيت سبعين جنيه. من بره طبعا هتعجي. وهي مستوية ولوز العنب. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. تفعيل